بسم الله الرحمن الرحيم لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين نحمده شبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى من اليوم الكلام عن القرآن خاصة في قدوم هذا الشهر وشهر رمضان والكثرة الكثيرة يقرؤون القرآن في رمضان لعل الإنسان هناك انقطاع بينه وبين القرآن في غير رمضان ولكن في رمضان بنجد هذا الإقبال الشديد من القاس والداني والصغير والكبير الكل حريص على قراءة القرآن كل حريص على قراءة القرآن وفي رمضان الإنسان بيقضي الأوقات واللحظات والساعات بين قراءة في كتاب الله سبحانه وتعالى وبين استماع إلى آيات الرحمن التي يقرأ بها الإمام في صلاة الترويح نجد هذا الاتمام البالغ وهذا الحرص في صلاة الترويح الاستماع إلى آيات الرحمن التي يقرأ بها الإمام والناس أيضا تخيرون ندي الصوت حتى يستمعون إلى آيات الرحمن ونرى هذا التأثر على الناس عندما يستمعون إلى آيات ربهم سبحانه وتعالى تتلى على مسامعهم ده بالإضافة أيضا الإنسان بيقضي الأوقات في رمضان في قراءة القرآن في أغلب الأحيان في أغلب الأحيان نجد هذه الصورة صورة تعمير الناس للمساجد صورة تعمير الناس للمساجد تجدوا كده بعد صلاة العصر نجد مجموع من الناس ينقذ في المسجد يقرأ حتى صلاة المغرب ثم مع ذلك يقف في صفوف صلاة الترويح لكي يستمع إلى آيات الرحمن المطلوب أن نجدد نشاطنا مع القرآن ونجدد أيضا معلوماتنا مع القرآن إن كان البعض يقرأ القرآن في رمضان لكن نتمنى أن لا ينقطع الإنسان عن القراءة والاستماع على آيات الرحمن في رمضان وفي غير رمضان في رمضان الجرعة زائدة كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان يبقى رمضان يبقى جرعة زائدة من الأعمال جرعة زائدة لكن المطلوب يعني من هذه رواية الإنسان ده حياته حياته دائما كده في طاعات لله سبحانه وتعالى تزداد جرعة الطاعات في رمضان كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان عندما يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من ريال رمضان فيدرسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة كما قال ابن عباس رضي الله عنه يبقى أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان يبقى دي جرعة زائدة يبقى لم ينشئ هذا الأمر في رمضان لكن ده أمر صفة يتخلق بها النبي أو خلق يتخلق بها النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يزداد هذه الجرعة في رمضان نحن أيضا نتمنى أن نرى ذلك الحال أن تكون العلاقة علاقة متجددة بيننا وبين القرآن يستزيد الإنسان يستزيد من قراءته لكتاب ربه شحانه وتعالى ويستزيد أيضا من الوقوف على المعاني ويزداد بذلك تطبيقا وامتثالا لما قرأ أو استمع عليه من الأيات تالي بحنا بنحتاج إلى تجديد النشاط تجديد العلاقة التي بيننا وبانا القرآن وكذلك أيضا تثبيت بعض الأسس أو القواعد في كيفية التعاون مع القرآن إن شاء الله تعالى الكلام سيكون من خلال هذه الرسالة لتصحيح المصار في التعاون مع القرآن تصحيح المصار في التعاون مع القرآن وهذه الرسالة بتجتمل على ثلاث رسائل الرسالة دي بتجتمل على ثلاث رسائل الرسالة الأولى هي تصحيح المصار في التعاون مع القرآن والرسالة الثانية هي الدعوة إلى دعاة الأمة المخلصين والرسالة الثالثة هي نفسية المستمع نبدأ بالرسالة الأولى تصحيح المصار في التعاون مع القرآن هذه الرسالة افتتحت بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على المبعوث الرحم العالمين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصاحبه أجمعين ثم أما بعد فإن الهم الأكبر عندنا وغاية اهتمامنا بالقرآن يتمثل في حفظه وإتقان قراءته بتجويد صحيح ونرعي في ذلك المخارج والصفات خارج صفات الحروف نرعي كذلك الغنى والمدود فتعاملنا مع القرآن عللناه ألفاظ خالية من المعاني فجردنا القرآن من صلب المسألة والوقوف على معانيه لكي نتمكن من تطبيق وتفعيل هذه المصولة في واقع حياتنا نصف الحال اللي احنا شايفينه والحال اللي احنا عايشين فيه هي ذي فعلا يعني الكل يعني بيسعى الحفظ القرآن يسعى الحفظ القرآن لكن قل لماذا من تجد يسعى لكي يقف على معاني الآيات على معاني الآيات فكان اهتمامنا كل اهتمام للإنسان هو أن يقرأ قراءة صحيحة وده أمر مطلوب يعني أمر مطلوب لا شك أن القراءة صحيحة لا تأثير في داخل الإنسان لا تأثير لكن احنا وقفنا العمل مع القرآن بهذه الصورة يبقى كل اهتمام الإنسان يقرأ قراءة صحيحة بالتالي يراعي فيها أحكام التجويد يراعي المخارج يراعي الصفات وده كل اهتمام الغالبية العظمى من الناس ونسينا ان احنا نقف على معاني الآيات وده صلب المسألة القرآن ده مبين لمراض الرب سبحانه وتعالى اقول لك ماذا اراد الله تعالى منك لو انا سألتك السؤال ده ماذا اراد الله تعالى منك يبقى انا اعرف مراض الرب سبحانه وتعالى من قرآن القرآن هو المبين لمراض الرب سبحانه وتعالى القرآن ده مبين ما هو المطلوب منك يبقى انا خلقت العبادة لله سبحانه وتعالى وده امر مستقر دايما في الفطر لماذا خلقنا الله تعالى واما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ده امر مستقر طيب كيف أعبد ربي سبحانه وتعالى الطريق الصحيح لعبادة ربي سبحانه وتعالى وهي العبادة أساسا مطلوبة كلام ده احنا بنجده فين في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك احنا كان كل اهتمام للنسان يقرأ قراءة صحيحة من ناحية التجويد والمخارج والصفات ولكن لم يهتم بالوقوف على المعاني وإذا لم يقف على المعاني يبقى أقول عند ذلك يعني لا يطبق لأن لا يمكن أبدا أن يطبق الإنسان إلا بعد أمن يقف على المعنى وإلا ماذا أطبق لا يطبق ما ينجهل يبقى لابد إزاحة هذا الجهل وإبعاد الجهل على الإنسان وبعد كده أتعلم المسألة هيتبقى يطبق المسألة فالتطبيق ليكون إلا من بعد علم وبعودنا بذلك عن الطريقة التي حدد الله لنا فيها كيف نقرأ القرآن فالله تعالى كما قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أخفالها يعني الآية بترشدني كده نخلي بالي ما نيجي نقرأ القلب في حالة من اليقظة يقظت القلب لأن الكلام ده هوت بينقل إلى القلب عشان يبدأ إنتاج وامتثال لابد أن هو يصل الكلام ده والمعاني دي إلى القلب بعد كده القلب بيصدر الأوامر إلى الجوارح فبتعمل من خلال ذلك لذلك اللب ورحمة الله تعالى يعلمنا أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب الأخفال فاهمت معنى الآية ولا مش فاهم معنى الآية يبقى المطلوب دايما كده أنا بضع دي أصص عندي إن أنا لما أجأ أقرأ يبقى لازم أفهم وفعلا نحن في الواقع ننفعش أن الإنسان يقرأ شيء وما يفهموش ننفعش أن تقرأ أنت قصة مش فاهمها مش هتكملها ننفعش أن أنا أقرأ موضوع وأنا مجرد إيه قامت للحروف فقط من غير ما أنا أقف على معاني على الرغم من أن قرأة القرآن يعني عبادة يثاب عليها الإنسان يثاب عليها الإنسان لكن الأصل هو أن القرآن نزل من أجل إيه التطبيق القرآن دي عبادة يعني قراءة عبادة يبقى ما تمش نزال القرآن لأنه يكون جل عمل الإنسان معه وقراءة فقط لدي قراءة من فضل الله سبحانه وتعالى بتحسن الإنسان وتضاف إلى رصيد حسنات هذا الإنسان تضاف إلى رصيد حسنات هذا الإنسان لكن المطلوب أن أنا أقف على المعاني فده من فضل الله وإنعام الرب علينا أن قرائتنا للقرآن بيكتفي ميزان العرب لكن ما تخليشه وداء عملك مع القرآن ما يكون جدا عملي مع القرآن أنا ما أشفين قطاع بيني وبين القرآن لكن حقيقة الأمر أنك أنت تطبق يعني تطبق ما جاء في كتاب ربك سبحانه وتعالى وده يتطلب مني أننا الفهم والاستعاب لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أخفلون فبين لنا أن الطريقة التي ينبغى أن نقرأ من خلال القرآن هي قراءة بتدبر وتأمل أي بفهم معاني الآيات أو مجتمع تعليم من حكم وأحكام إرشادات تعليمات توجيهات نصائح عبر عظات فمن قرأ القرآن بلا تدبر ولا تفكر لمعانيه فهو ليس بقارئ لقرآن على الحقيقة الكلام على حقيقة الأمر والكلام ده هو حقيقة هذا المصطلح مثلا أو حقيقة هذا المعنى نحن نجده في كتاب الأسحانة تعالى فرمى بين المعنى العرفي والمعنى الحقيقي فرمى بين المعنى ده معنى عرفي وده معنى حقيقي والكلام ده لعلنا مررنا عليه كثيرا نحن نتكلم من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس ما تعدون الغنى فيكم صرح لهم مفهوم والصعابة لما أجابت رضي العنى أجابت إجابة صحيحة من نحن العرفية من المفلس الذي لا درهم له ولا متاع كلام صحيح لا ده المفلس الذي يأتي بكثير من صلاة والصيام ولكن علقت به مظالم للعباد ضرب هذا شتم هذا أكل من هذا سبق دم هذا فيأخذ هذا من حسناته هذا من حسناته حتى إذن فلت حسناته أخذت من السياتين فطرحت عليه فطرحت بها في النور هذا المفلس ده يتكلم على الإفلاس الحقيقي ما تعدون الغنى فيكم قالوا عن كثرة العرض مين الإنسان الغني عنده مال عنده أراضي عنده عقارات عنده تجارة ده إنسان اللي قاله فلان ده غني بيخرج زكاة المال يبقى على ذلك نقول هذا غني إنسان ملك النصاب ويبقى ده إنسان غني وليه لأنه حيخرج زكاة المال لما يحول حول على ذلك المال إن كان مازال بقياً عنده فده إنسان الغني لما أجابه قالوا الغنى عن كثرة العرض إجابة صحيحة من ناحية العرفية يكونوا بيتكلم على المعنى الحقيقي للغنى قالوا لا ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس غنى القلب يبقى يلوم الحقيقة عشان كده نحن هزين نقف على يبقى حقيقة القراءة حقيقة القراءة هي إن أنا أقرأ وأفهم مش إقامة حرف فقط ولكن أقيم الحرف وبالتالي أيضاً أقف على المعنى فبين لنا أن الطريقة التي تنبغى أن نقرأ من خلال القرآن يقرأ بتأمل وتدبر أي بفهم معاني الآيات وما اجتملت عليه من حكم وأحكام أرشادات تعليمات توجيهات نصائع عبار أثار هذه المعاني موجودة في آيات الرحمن سبحانه وتعالى فإن قال القرآن بلا تدبر وتفكر لمعانيه فهو ليس بقارئ للقرآن على الحقيقة لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في عبارة وجيزة والقرآن حدة لك وعليه كلام معدود وكلام وجيز جداً يعني كلام ده يعني ما احتكش أن يكرر مرة ثانية على مسمعي لكي أقوم بحفظ ذلك الكلام لا ده الكلام يحفظ من أول كلمة والقرآن حجة لك وعليك يبقى ده جمع علي منهج القرآن في التعامل معه يعني الآية يبقى إما حجة للإنسان أو حجة على الإنسان يبقى الكلام ده أنا مجيزة عمل مع القرآن يبقى بنتبه إلى هذا المعنى والقرآن حجة لك وعليك حجة لك أو حجة عليك والتالي احنا ذكرنا قبل ذلك أن أنا دائما عشان أتعامل مع النص لابد من تفصيل النص لكي أبدأ في التعامل معه والقرآن حجة لك وعليك أيه المعنى يبقى بقول أن الآية دي تكون حجة ليا لو أنا فعلتها والآية دي تكون حجة على الإنسان إلا ما يفعل هذه الآية نبدأ بعد كده في مسألة بقى التطبيق خلاص فهمت أنا أنه عشان يكون حجة ليا القرآن لازم أنا يعني أطبق الكلام ده عشان أطبق لازم أعرف معنى الآيات عشان ما يكونش حجة علي يبقى بقامة حروب فقط دون فهم المعاني دون فهم المعاني لذلك بدأ المنهج المنهج التعامل مع القرآن في كلام وجيز عبارة وجيزة كلمات معدودة من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلمة قالوا هذا الكلام موجه إلى قرر القرآن فما ظنك هذه العبارة كيف سيزع القرآن حجة لك لا عليك فمما لا شك فيه أن من قرأ القرآن وترجم القرآن في القواقع في حياته يقام بتفعيل ما يقرأ من نصوص القرآن كان القرآن حجة له عند ربي سبحانه وتعالى إحنا قلنا دائما لازم أنا أفصل النص عشان ننطلق إلى التفعيل ودائما نحن نذكر كده أن ابن عمر رضي الله عنهما لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عبر سبيل هذا النص هو هو عشان يترجم بدأ يترجمه لنفسه يعني إيه بقى الكلام ده إزاي يضعه في برنامج عمل عشان يطبق وينفذ قال إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح واخذ من حياتك لموتك وانصحتك لمرضك فإنك لا تدري عبد الله ما اسمك غدا يترجم كده عشان يبدأ يطبق هذا الكلام يطبق هذا النص فكذلك أيضا من قرأ القرآن وترجم القرآن كواقع في حياته وقام التفعيل ما يقرأ من أسوس القرآن كان القرآن حج له عند ربي سبحانه وتعالى أما من قرأه ولو كان حسن الصوت ورعى في قرآتي قواعد وأحكام الترتين من الونات ومدود ومخارج وصفات للحروف ولو كان عالما عارفا بجميع القرآات ولكن لا أثر للقرآن في وقع حياته كان القرآن حجة على هذا الإنسان مع أنه حسن الصوت ومعه القرآات ومعلم للقرآن ومعلم لقرآات وكذلك أيضا منضبط في مسألة التجويد أو المخارج وصفات لكنه لم نرى أصر لهذا القرآن على واقعه لم نرى أصر ليه؟ لأنه كان اهتمامه كله بإقامة الحرف يعني بإقامة الحرف حرف ده يخرج منين وأدي صفة الحرف وده مدود ده غنى ده كذا فاهتمامه وفعلا يعني مجيد في ذلك البنت مجيد في ذلك البنت لكن أصلي بقى التعامل فين؟ فين أنت التعامل بتاعك مع القرآن؟ نحن نتعامل مع الحرف الآن كده أنا عايز أقيم ذلك في واقع حياتي عشان أقيمه لازم أنا أقف على المعاني طيب منهج التعامل مع القرآن؟ أقول لقارئ القرآن لقد حدد الله تعالى لنا منهج العقلاء للتقوى الإيمان والهداية والاستقامة يقول الله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هدهم الله وأولئك هم أولو الألبام يبقى ده المنهج منهج من العقلاء أهل التقوى والإيمان هم ضل العقلاء على الحقيقة وإنهج من العقل يقول لنا فلان ده عقل فلان ده مجنون عرفين أنه جنون ده عكس العقل وبالتاني على ذلك عرفين إحنا أفعال أو كلام ذلك المجنون لا يؤخذ به ولكن نقول فلان عاقل العاقل الحقيقي نحن بنتكلم عن العقل الحقيقي العقل الحقيقي هو اللي بيرسم الإنسان الطريق المستقيم يوصل إلى الجنة ده الإنسان العاقل بيستعمل العقل ده فعلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة مش بيستعمله في الدنيا فقط لا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة فالطريق إزاي كيف يكون ذلك الطريق يبقى ده إنسان عاقل لازم يفهم وبالتالي يتأمن ويقف إيه هو المطلوب ثم يمتثل ذلك في واقع حياته الله تعالى كما يقول فبشر عبدلهم البشرى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن يبقى استمع وأنصت واستوعب وبعدين بدأ يفعل ويطبق الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هدهم الله وأولئك هم الألباب ده أدي علامة هداية الإنسان يبقى تعرفها إزاي علامة هداية الإنسان يعرفها إنه هو وقف على الآيات ومعناها وعندين حط كده خطة الفعالية والتفعيلية والتطبيقية لامتثال ذلك الأمر ده العاقل فعلا تسمع إلى قول الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون وهذا كتاب نزلناه بباركم فاتبعوا واتقوا لعلكم ترحمون ثم جعلناك على شيئات من أمر فاتبحها ولا اتبعوا الذين لا يعلمون ماذا تعني عندك هذه الآيات يعني الآيات دي أرناها أرناها ومجدودة في المصاحب قرناها في مصاحبنا وازالت مكتوبة واستمعنا إليها لما كان بيقرأ بها الإمام طب الآيات دي ماذا تعني عندك هذه الآيات هي عبارة عن آيات هل الآية الأولى كالآية السانية كالثالثة يبه هي عبارة عن مكونة من حروف وكلمات ولا في معاني قال الله تعالى اتبعوا اتبعوا كلام صريح يعني معروف الاتبع يعنيه اتبعوا وانزلوا لكم ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون الله تعالى كما يقول هذا كتاب وانزلناه مبارك فاتبعوا واتقوا لعلكم ترحمون ثم جعلناك على شرات من الأمر فاتبحها ولا اتبع هو الذين لا يعلمون وإحنا مرت علينا بردك الآيات لستم على شيء يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا الطورات والإنجيل وما أذل إليكم من ربكم اللي هو القرآن لستم على شيء يعني كل أعمالك أقوالك دي لا قيمة لها ولا وزن إلا لما تكون متفقة مع ما جاء في كتاب سبحانه وتعالى لستم على شيء حتى تقيموا الطورات والإنجيل وما أذل إليكم ربكم يبقى الآية واضحة تماما لست على شيء هذا ليس بشيء إلا بإقامة الإنسان لهذه النصوص في واقع حياتي طيب قانون قاعدة التعامل المسلم مع نصوص القرآن لقد بينا الله لنا في كتابه القاعدة التي تعامل المؤمن خلالها مع نصوص القرآن فقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطاعنا واتقوا الله إن الله عليهم بذات الصدر فقال سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسولكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطاعنا وأولئك هم مفلحون يبقى القاعدة التي تعامل معها أنا مهيئة تماما أستمع ثم أستجيب يبقى في التعامل مع نص القرآن أو نص الصنة يبقى إيه قاعدة التعامل سمعنا وأطاعنا فأنا باستمع وأجود الاستماع ثم أقف على المعاني ثم أضع التصور ثم أطبق ده طريقة التعامل مع نص سواء كان في القرآن أو كان في السنة يبقى هذه الطريقة القاعدة أتعامل خلالها مع النصوص سمعنا وأطاعنا فأنا مهيئة كده أستمع إلى كلام رب سبحانه وتعالى ثم تكون الطعوة والاستجابة الفورية مهيئة الاستماع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون التطبيق بعد الاستماع فلذلك قال الله تعالى إذ قلته سمعنا وأطاعنا ده يبقى قاعدة المؤمن في التعامل مع النصوص الكتاب والسنة وإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله رسولكم هينهم أن يقولوا سمعنا وأطاعنا المسلم يعني ما عندهش قولي تاني هو قول واحد أنا بتعامل من خلاله أو قاعدة واحدة بتعامل خلالها مع كتاب والسنة سمعنا وأطاعنا وأنا حتى الآيات اللي هي إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله رسولكم هينهم يقولوا سمعنا وأطاعنا وليكم مفلحون لو إحنا جبنا الآيات اللي أبلها نعرف يعني الآية دي بيّنت مسلك المؤمن مع النصوص إرى الآيات اللي أبلها ويقولون آمنا بالله والرسول وطعنا ثم يتولى فريقهم منهم من بعد ذلك وما أولئك من مؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسولكم منهم إذا فريقهم منهم معرضون ويقول لهم الحق يا تلين وذعنين أفي قلوبين مرض أم رتاوى أم يخافون أن يحيف الله عليه ورسوله بل أولئك هم الظالمون بل أولئك هم الظلم إنما تيجي الآية على طول كده إنما إما كان قول المؤمنين إذا دعو الله ورسوله هم يقول لهم سمعينا وأطعنا يما بعد ما بينت المسك الثاني مع言نا هو يعني إعلان صريح يعني إعلان صريح ويهتب بهذا الكلام هم يقولون آمنا بالله ورسول وأطعنا ها فيش قول يؤدّم ب إلى كده فيش قول ده أنا سمعت كلامك أنا الآن استمعت الكلام أنا أشبها الكلام ده مطبق في الواقع بتاعك هم يقولون آمنا بالله ورسولanyon أطعنا ثم يتولى فريق منه من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين طب تولى عن إيه بقى آله كلام وأعلن عن يعني نقول عقدات أو عن تعامل مع الكتاب والسنة كل دا كلام كل دا كلام هتف بهذا الكلام لكن بعد كده إيه ماذا يصنع كان منه التولي والإعراض يعني إنه التولي والإعراض يبقى يقولون آمنا بالله والرسول أطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وأما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسولكم بينهم إذا فريق منهم معرضون أن يكون لهم الحق يأتوا إليهم وذعين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان إنما تفيد الحصر إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسولكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأليكم المفلحون ده اللي بيكتب له الفلاح والفوز والسعادة في الضارين لأنه مطبق لهذا المبدأ في التعامل مع النص سمعنا وأطعنا أنا بننصد بكلياتي كده بأركاني وجوارحي لما تطلع على مسمعي النصوص من كتابه السنة أو لما أنا أقرأ في نصوص كتابه السنة فأنا مهيئ مهيئ داخليا وخارجيا والأركان أصبحت مهيئة تماما للتنفيذ الفوري للتنفيذ الفوري مهيئة يبقى ده إنسان مهيئ أول ما يستمع يعني ليس هناك فرق زمني بين استماع وبين التفعيل والتطبيق لكن بيأتي التطبيق من وباشر ولذلك هنا تربية النبي صلى الله عليه وسلم والصحابات على هذه قاعدة هذه فعلا رب الصحابة رضي العنو ودي جندية الليirit поддержعليها جندية مبناء على السماء والطاعة يعني مع السماء والطاعة يبقى أنا عبد لله يبقى ده أنت عبد لله ماظر للعبوذية لكن أنت تسمع وتطيع أسمع لكلام ربي سبحانه وتعالى أطيع أسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأطيع قال يقول أبو هريرة رضي الله عنه لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تغفوه يحاسبكم بي الله فيغفره لمن يشاء ويعذر ويشاء الله على كل شيء قدير اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد الأمر قلنا ليه أنه دا نتيجة الفهم اشتد الأمر الآية نحن نقرأها والآية محفوظة لكن لا الصحابة كم تستوعب وبتفهم معاني الآيات فلذلك اشتد عليهم الأمر يعني ممكن إحنا لما نرى الصحابة يعني بهذا الأمر يعترى إيه اللي اشتد عليهم ما في الآيات ما في الآيات هم كانوا ما بيستمعوا للآية فاهمين الآية بتقول إيه فاهمين ما دلت عليه الآيات فلذلك اشتد الأمر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركب جثوا على الركب كده قال رسول الله حملنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدق وهذه الآية لا نطيقوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا فرق بين المسلم وغيره الكل بيسمع لكن ده قال سمعنا وقطعنا غير المسلم يقول سمعنا وعصينا يبقى الطاعة تكون بالتفعيل والمعصية تكون بالتولى والإعراض فلذلك ماذا قال لهم وأنه محن الآية فعلا شديدة سمعنا يؤخذ بخواطر النفس ودي أنا مقدرش تتفحها ابتداءا ابتداءا كده خاطرة الخواطر دي سيؤخذ بيدها لا يبدول كده فشوف فهم الصحابة يعني وكأنهم يقولون كده لو إحنا سنؤخذ بخواطر النفس هلكنا وهم السعي الحسيس على إيه على أن ينجو من النيران ويكون من أهل الجنة فأهلك كده فلذلك بركوا على الركب أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا حمّلنا من أعمال ما نتيق الصلاة والصياب والصدقة دي أين نتيقها فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا انت لك شغ القول واحد يعني لك شغ القول واحد بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قالوا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما اقتراها القوم وذلت بها لسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها يعني ما كانش فيه يعني نقول فجوة زمنية بين توجيه وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وتفعيل الصحابة بل قولوا قالوا يعني بل قولوا قالوا يعني ما فيش فجوة زمنية طب نفكر في الأمر طب ندرسوه لا ما فيش فجوة زمنية إيه المطلوب مني يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الصحابة رضي على الله كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن للقرن وحنا جابته أصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر قالوا فمتى أقول قالوا قولوا حسبنا الله ونعم ولكل على الله توكلنا قالوا حسبنا الله ونعم ولكل على الله توكلنا الصحابة رضي على علم مباشرة استجابة فورية هفيش فجوة زمنية بين التوجيه والإرشاد والنصح لما بيسمعوه وبين الامتثال والتنفيذ يبقى كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن للقرن وحنا جابته أصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر فينفق فمتى أمورنا أن نقول يا أين وليه في الموقف ده قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا ده الصحابة فكذلك هنا كما يحكي لنا أبو غريرة رضي الله عنه قال فلما اقتراء القوم وذلت بها لسنتهم فأنزل الله تعالى في إثرها رشارة كده فيش فجوة زمنية يبقى 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 يعني بيمليك كلام هو نطق بذلك الكلام فأنزل الله تعالى في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد والرسول وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وليك المصير فلما فعلوا ذلك نسخ الله تعالى يبقى النسخ ده كان ثمرة لسرعة استجابة الصحابة رضي الله عنه يعني قلوا إيه ما جدلوش تاني قلوا كده قالوا كده أيها بس الآيات صعبة يعني ممكن واحد يعني لما ييجي يتكلم يقولوا بس الآيات صعبة بس لو طبق علينا دي صعبة جدا ده نحن نهلك يبقى فيه كلام حوار كده لا فيش حوار هو يعني الشكوى كانت في الأول له ومباشرة اللي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا كده ولا تكونوا كأهل كتابين قبلكم قالوا سمعنا وصاينت تقولوا سمعنا وطعنا وفراك ببارك المصير طب بس الآيات شديدة ما فيش اشتكرار تاني للكلام شوفنا اشتكرار تاني قولوا قالوا مباشرة مباشرة كده فلما ذلت بها الألسنة أنزل الله تعالى في إثرها الآيات آمن الرسول وأنزل إليه ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه والرسول لا نفرق بين أحد من الرسول وقالوا سمعنا وأطعنا وفراك ربنا ولك المصير فلما فعلوا ذلك لسخ الله تعالى ده صمرة سرعة استجابة الصحابة رضي العالم ده صمرة سرعة استجابة فالله تعالى يعني جعل هذا الأمر لا يؤخذ الإنسان بحديث النفس إلا بما تكلم أو فعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم وفي رواية قال قد فعلت ربنا يؤمن على دعاء الصحابة رضي العالم ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا قال نعم وفي رواية قال قد فعل ربنا ولا تحمل عين إصرا كما حملت على الذي من قبلنا قال نعم وفي رواية قال قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنبي قال نعم وفي رواية قال قد فعلت وعفو عنا وغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصلنا على قوام الكافرين قال نعم وفي رواية قد فعلت فانظر كيف تربى الصحابة رضي الله عنهم على هذه القاعدة وهي التسليم والإنقياد بلا تردد أو معارضة تسليم والإنقياد بلا تردد أو معارضة فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى وضع على هذه الأمة ما حدثت بأنفسها ما لم تتكلم وتفعل فالحكم هذا نسخ يبقى كثمرة برسولة استجابة الصحابة رضي الله عنهم ولذلك التربية نتربى على تسليم القياد بلا تردد أو معارضة بلا تردد أو معارضة ولهات في ذلك كثيرة ولهات في ذلك كثيرة فأني نقرأ الآيات التي في سورة الأنفال يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله سموا البكم الذين لا يعقرون ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولهم معارضون يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله ورسول إذا دعاكم لما يحييكم استجيب الدعوة دي دعوة للحياة الحياة في الدنيا والآخرة الحياة الحقيقية الحقيقية للإنسان لما يحيى معه طاعة رب سبحانه وتعالى مش الحياة في الطعام والشراب والنكاح والغير ذلك لا الحياة الحقيقية في صرعة استجابة إنسان لرب سبحانه وتعالى واستقابة الإنسان على أمر Pod đo كده هذه الآيات الأول يا أيها الذين ما طبيعوا الله رسوله ولا تولى عنه تصمعه وعد كي يجي التأكيد هو يا أيها الذين ما استجيبوا الله الرسول إذا دعاكم لما يحيب يعني أنت راغب في الحياة راغب في السعادة السعادة مكمن وفين في طاعة الإنسان ربه سبحانه وتعالى إيمان صحيح وتفعيل هذا الإيمان عن طريق العمل الصالح والاندباط والسير في هذا الطريق المستقيم الموصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وإلى جنته طيب بعد كده بننتقل كيف ننظر للآية طيب إحنا عرفنا كلام ده ننظر للآية إزاي إحنا بننظر للآية وأو بمعنى آخر يعني أنا عايزة صحيح النظرة إلى الآيات كيف أنظر للآيات إن الآية عبارة عن ألفاظ تدل على معنى وهذا المعنى يرشد إلى سلوك أو عمل أو اعتقاد بفكر كده قليلا الآية عبارة عن ألفاظ هذه اللفظة وأدي الكلام فأين العمل فهذا كلام ألفاظ اللفظ ده بيدل على معنى ولا فيه آية ما تدلش على معنى لا تقول للآية بتدل على معاني طب المعنى ده بيرشد إلى إيه ممكن يرشد إلى سلوك ممكن يرشد إلى عمل ممكن يرشد إلى اعتقاد فبقف على إرشادات هذه النصوص وبالتالي المطلوب ألا ننتقل من آية إلى أخرى إلا بعد إحكامنا للآية الأولى بإحكامنا للآية بإحكامنا للآية بإحكامنا للآية وبالتالي يعني ما أرشد إليه حاجة تانية لا ده هي الآية كلها كده ده لفظ تدل على معنى المعنى ده بيرشد إلى إيه إلى عمل إلى سلوك إلى اعتقاد فلابد ابتداءا كده عشان آية أتعامل مع القرآن لازم أنا أصحح نظرتي إلى الآية صحح النظرة يبقى إحنا قلنا الآية ألفاظ معاني وآدي إدلة على عمل أو سلوك أو اعتقاد لما إحنا جينا اتعاملنا مع الخانة الأولى فقط اتعاملنا كده بصورة رأسية وكان الإيمال للخانات الأخرى وبالتالي أنا بدأ أطبق مش ممكن يأتي التطبيق إلا بعد العلم بعد العلم طب إحنا أهملنا مسألة العلم أهملنا مسألة العلم فإحنا اتعاملنا مع الألفاظ فإحنا اتعاملنا مع الخانة الأولى كده رأسية أدي الآية اللفظ وبعدين أنتقل إلى اللفظ الثاني واللفظ الثالث واللفظ الرابع وكان الإهمال للمعاني أو مدلة عليه الآيات فده الواقع هذا هو الواقع الذي نتعامل من خلاله مع القرآن نتعاملنا كده رأسيا فمتجد أنه عنده نباهة وعنده صرعة حفظ فحفظ الآية الأولى تتقل لغيرها والتالي بيحفظ الصفحة الثانية الثالثة الرابعة تفين المعاني تفين معنى الآيات ما دلت عن الآيات دلت عن الآيات ولا هي ألفظ فقط هنقول له لا這 ألفظه معين و definesنا من ناحية العقيدة دائماً بنقوله اينا من ناحية العقيدة ناحية العقيدة بنقول القرآن كلام الله لفظاً ومعنى ما هي عقيدتك في القرآن لذا كلام الرب سبحانه وتعالى لفظاً ومعنى ده في العقيدة اشتركوا في القرآن 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 في توقيق معروفة بجودة الحفظ أساسا يعني بجودة الحفظ يعني كان لما نهانا النبي صلى الله عزاه على انتكاس في القرآن لأنهم كانوا يحفظون الأبيات الكثيرة جدا ثم من متانة الحفظ يأتونا بالشعر ده من أسفل إلى أعلى شبا ما يحفظ ألف بيت ألف بيت يسمحهم لك كده يجيبهم من تحت الفوق تاني يعني من جودة الحفظ بتاعهم فدي جودة الحفظ يعني دي قيمة معروفة عندهم ولكن طب ليه كانوا يخضر عشر آيات فقط ليه كان يعني ترى ما يضعش يستوعبه أكثر من ذلك لا يحفظه أكثر من ذلك من كثير وأجود منه بكثير جدا لكن هما اتعاملوا بطريقة صحيحة اني مش ألفظ فقط هذه اللفظة هو طب هو دل على إيه المعنى بقى وده اللي هو لابد من استعابه عشان يبدأ يطبق ويفعل فقال كانوا يأخذون العشر آيات من فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتعلمون ما فيها من عنه ايه العلوم اللي اجتمت عليها ثم يعملون بها خلاص يبقى درسوها دراسة وفية بدأوا من يقفون كده الآيات دي بتتكلم عن كذا تتكلم عن كذا يبقى مطلوب مني كذا وكذا وكذا يبدأ يتصوره ثم يفعل خلاص يبقى المقطع ده فعله يبدأ يأخذ المقطع ايه الثاني هذه الألفاظ هذه المعاني هذه ايه التطبيق يأخذ بعد كده المقطع الثالث وهكذا حتى كانت هذه النماذج الصحابة دول صناعة القرآن يعني كيف تم يعني هذه القيم القيم يعني الشميخة للصحابة رضي الله عنه دول أساسا كل ما في المسألة أنهم كانوا يطبقون القرآن فهذا كان حال الصحابة رضي الله عنه في تعاملهم مع القرآن فقد كانوا يسبغون بسبغة القرآن ولكننا تعلمنا القرآن كأنفظ بلا معاني حتى لو وقفنا على معاني الآيات فهذا غاية ما نتعلم منها لكننا نأخذ القرار بتطبيق ما نتعلم فربينا من الصحابة رضي الله عنه الصحابة وهيلوا لذلك وكان يعني القرار بيأخذ بالتطبيق على طول عالم المسألة فيبقى قرار بالتطبيق يدخل على طول إلى الجانب العملي الجانب التطبيقي ثم ينتقل بعد كده ليأخذي أيض أخرى ودعونا نضرب مثلا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أسواك مطهرة الفم مرضاته رب كلنا يعرف هذه رواية ولكن الكثير لا يتبقنا في واقع حياتهم مع علمهم أن هذا وسبيل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه كذلك تحقيق لرضى رب سبحانه وتعالى ما هو المنع من التطبيق كلنا عارفينها عارفينها فيش حد جاء للرواية دي يعني قل لا ما تجد من يجهل هذه الرواية فكلنا يعرف هذه الرواية ولكن الكثير لا يتبقونها فكذا ما نشوف على الواقع الحياة قليل أول اللي يطبق كلامك قليل أول لو أقول لك فيه نسواك بتاعك ده لما في الوضع الحالي الآن يعني في الفضرة دي للواحد لما مثلا بينسى الموبايل بتاعه بيبقى منزعج عنده ازعاج شديد جدا وممكن أساسا ياخد القرار بالرجوع للبيت عشان ياخد الموبايل نسى نسى كأن يعني نسى ايه روحوا يعني ده دواقع نسى السواك هو ما يفكرش في السواك هو مش بيفكر مش أنا نسيت السواك وعنده سواك ونسى هو ما يفكرش في السواك أساسا ففين السواك فين السواك لو احنا كده فتشنا يعني فتشنا كده فين السواك فهنجد لا يعني كأن ده عارف النص انت عارفه حفظه حفظه يقولك النص بالترتيب نعم طب لماذا لم نطبق فكلنا نعم لكن الكثير يطبقونها في واقع حياتهم مع علمهم ان هذا هو سبيل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه كذلك تحقيق الهدى رب سبحانه وتعالى مرضاته للرب ما هو المانع من التطبيق ان المانع هو اننا لم نأخذ قرار بالتطبيق فنحن لا تنقصنا المعرفة بشعورة السواك لكننا تخلفنا على التطبيق لاننا لم أخذ قرار بالتطبيق اصلا ما جا فكر كده ما جا فكر يعني انك انت بتطبق ازاي انا باخد قرار اخد قرار يعني انا ما سمعت كده ان السواك ما ترى في مرضاته للرب سمعت كده لو لا نشق على الامات الورطون بالسواك عند كل صلاة لو لا نشق على الامات الورطون بالسواك عند كل وضو كده ان يكون واجبا انما سمعت كده انا عرفت مشروعات السواك اشتركوا في القناة 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 وبالتالي بتعملوا إيه بتاخده راحطه في البيت ده الواقع يعني ده الواقع فعندك سواكات عند سواكات طب فين سواكات تعملوا إيه؟ آه في البيت هي أنت أساسا يوى السواكات تشين مضع في البيت ولا ضع فين عشان إحنا استنى بيه أساسا يعني استنى ده سنة مطلقة يعني أي وقت قاعد كده الإنسان طلع السواك وستاك يصيب السن أي وقت الشرط وقت صالح الشرط وضوء أبدا ده أفعال أكد فيها استعمال للسواك لكن من غيرها كده وانت بجالس كده وانت جالس طلع كده زي ما انت جالس تقول سبحان الله الحمد لله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ده طعات وانت جالس كده طلع السواك تستاك انت أصبت السن سواك كده ويضاف يا رسيل حسنات الإنسان طب ليه مش معاك السواك ليه لماذا يعني هل ترى في تضييق عندك عشان لا تحصل على السواك أبدا ده ما أيصر هذا الأمر ما أيصر هذا الأمر ولكن طب يا ترى ليه ما خدش القرار يعني أقول مش مهتم بالأمر فيش اتمام فيش اتمام بالأمر لكن هو نازم البيت كده بيبقى بيفتش كده الموبايل فين أهم حاجة الموبايل حطه فين ف ولو قلنا كده انشغل ونزل يعني حط الموبايل فين ملقووش انزعاج ما بعده انزعاج وعنده وقت يرجع تاني عشان ياخذ الموبايل حالة من حالة انزعاج شديد جدا والتالي من ضمن الحاجات اللي هو لازم يحسس يعني من حالة ان الموبايل معه ولا لا ومشحون ولا باش مشحون ففيه اهتمامه طب انت بتتبعيش بالسنة ازاي السنة حتقودك للجنة السنة دي السنة تنجيك من النرى السنة تنجيك من النرى السنة تأخذ بهذا الإنسان إلى الجنة هذا السبيل سبيل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تعال هادوك فاليبدأ بالنبي اذا خلع فاليبدأ بالشمال فهذه رواية معلومة ولكننا نرى المطبقة في وقع حياتنا ترى ما السبب والمنع من التطبيق الحقيقة عندنا لنأخذ القرار بالتطبيق فالاهتمام لنا به على الرغم أنه لم تنقصنا المعارفة لم تنقصنا المعارفة وبعد تاننا وبنتبه أن لازم أخذ القرار بعون الله سبحانه وتعالى وبتوفيق الله سبحانه وتعالى لنأخذ القرار عشان نطبق ما يمرش علينا نص هكذا ولكن إذا جاء النص فأنا مواهل تماما لكي أقوم بالتطبيق والانبثال فلا تنشغل أبدا بأي شاغل عن أن تكون مطبقا لما تتعلم من نص الكتاب أو السنة نرجع كلاب يذن الله سبحانه وتعالى عن ماقي هذا الموضوع إلى المرة القادمة أن أكتفي ذلك القدر أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم شكرا